برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف داريان أقامت جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية حفل عشاء تكريمي لإذاعتي القرآن الكريم والفجر وذلك في مركز السلطان محمد الفاتح في بيروت في حضور مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس أروادي ممثلا المفتي داريان وأعضاء المجلس الشرع الإسلامي الأعلى ورئيس الجمعية وسيم لمغربل وإعلاميين من تلفزيون مستقبل وإذاعات الشرق والقرآن الكريم والفجر الحفل الذي استهل بآيات من ذكر الحكيم تخللته كلمة لممثل المفتي أكد فيها على أهمية الإعلام الديني في تطوير الأفكار في الوطن فيما شدد المغربل على ضرورة أن يستخدم الإعلام لإرساء الاعتدال الديني والتسامح بين جميع مكونات المجتمع وخلال الحفل الذي قدمته مسؤولة المكتب الإعلامي في جمعية الإرشاد والإصلاح جنان من نيمني تم توزيع الدروع التكريمية على ممثلي إذاعته القرآن الكريم والفجر